موسيقى سلام عليكم ورحمة الله كانت ليلة عاصفة رجع فيها كل الموظفين إلى بيوتهم ولم يبقى في المصنع إلا شاب فقير لوحده فهو من جهة لا يملك أن يترك المصنع قبل أن ينجز عمله ومن جهة أخرى لم يكن ذلك الشاب المسكين يملك بيتا أصلا لكي يرجع إليه لذلك أخذ ذلك الشاب شمعة صغيرة لكي يذهب بها إلى مخزن مهجور تابع للشركة التي كان يعمل بها فقد طلب منه رئيسه في العمل أن يرتب البضائع المتراكمة في ذلك المخزن القديم قبل أن يخلد إلى النوم فبذلك فقط يتسنى له الحصول على قوت يومه الذي يسد به رمقه فاحتمى ذلك الشاب الفقير ذو الساقين الرفيعتين إلى جناب المستودع المظلم وهزيم الرعد يزمجر أرجاء المستودع المهجور من حوله يتردد سد الصوت في أرجاء الغرفة المظلمة ليضف ذلك جوا من الرعب في أرجاء ذلك المكان المرعب من الأساس فأخذ الشاب الفقير يرتب البضائع القديمة لوحده وسحائب من الغبار تنطلق من بين ثنايا البضائع المهملة لتملأ أرجاء الغرفة المهجورة ليضطر أن يحمل شمعة بيده ليفتح نافذة صغيرة موجودة في أعلى الغرفة قبل أن يختنق من الغبار الذي كاد أن يقتله وما إن استطاع من فتح نافذة حتى دفعته الرياح العاصفة من الخارج بقوة وأسقطت جسمه النحيلة أرضا ينطفئ بذلك وميد الشمعة الخافت الذي كان ينير له زوايا الغرفة المظلمة فيضطر بعدها أن يعمل وحده في الظلام الدامس منتظرا ضوء البرق المنعكسي بين الفينة والأخرى من نافذة ذلك المستودع المهجور يستدل من خلاله على موضع جديد يرتبه في ذلك المخزن المهجور انتصف الليل والعاصفة في الخارج تسداد شدة وهيجانة وصاحبنا ما زال يعمل يتحسس البضائع الملقاة في تلك الغرفة المحيشة وكان مدير المصنع تذكر هذا المخزن المهجور بعد سنين طويلة من إقفاله يستغل حاجة هذا الشاب المعدم للمال في تنظيف تلك الغرفة وعندما أوشك الشاب المسكين على الوقوع أرضا من شدة الجوع والتعب حدث شيء غريب فلقد ارتطمت قدمه بجسم مجهول على الأرض فرفعه بيديه ليكشف أنه كتاب ملقى في ثنايا الصناديق المهملة فحاول عابة أن يقرأ عنوان ذلك الكتاب مستعينا بضوء البرق المنعاكس على الغرفة ولكن دون جدوى فلم يكن ضوء البرق الخافت كافيا لكي يميز من خلاله الحروف المنقوشة على الخلاف المتهالك لذلك الكتاب القديم ولكن فضول الشاب وشغفه الشديد بالقراءة دفعه إلى أن يحمل الكتاب ويذهب به إلى تلك النافذة التي طرحته أرضا من قبل ليقاوم بجسمه النحيل قوة الرياح المندفعة من خلالها منتظرا ظهور البرق في سماء تلك الليلة الظلماء علّه يستطيع بذلك قراءة عنوان الكتاب وبعد طول انتظار سقط نصل لامع من البرق وكأنه سهم انطلق من قوس في علياء السماء ليستقر على ذلك الكتاب بالتحديد لتصبح الحروف المنقوشة على غلافه وكأنها حروف من نور انعكست في عين ذلك الشاب فلقد ظهر للشاب الفقير أن اسم ذلك الكتاب هو إظهار الحق وهو نفسه الكتاب الذي سيغير من حياته رأسا على عقب ليتحول بعد ذلك الشاب المسكين المعدم الذي لا يملك قوت يومه إلى بطل عظيم من عظماء أمة الإسلام يملأ عبقه الآفاق ذكرا وشهرا ليغير بعد ذلك مجرى التاريخ الإنساني إلى الأبد فلقد كانت هذه الليلة العاصفة وتلك الغرفة المظلمة بداية الانطلاق لأسطورة إسلامية حية اسمها الشيخ أحمد ديدات يحكى أن قصة نصرانيا كان يذهب كل يوم للشيخ أحمد ديدات يجادله ويحاوره ويحاول بكل ما أوتي من جهد وعلم أن ينصره فكان يحاكيه قائلا لماذا تهدر وقتك يا شيخ في الصلاة خمس مرات قياما ورنكوعا وسجودا كما أنك في الصوم تهدر شهرا بأكمله من عمرك وتضع العقبات والعقد أمام نفسك فتحرم عليها لحم الخنزير واللذيذ وغير ذلك من منذات الدنيا وهكذا ظل القص يحاول مع الشيخ جاهدا دون أي كلا أو يمر ويقول له إن أردت الخلاص مما أنت فيه فعليك فقط أن تؤمن أن الله أرسل ابنه الوحيد ليطهر العالم من خطاياك ومات من أجل هذا إن آمنت بذلك فحتما ستدخل الجنة فكان يذهب إليه كل يوم بصفة مستمرة دون أن يفوت يوما واحدا ويقول له نفس الكلام الأمر الذي جعل حياة الشيخ تعيسه فقد كان يضغط عليه باستمرار ويثقل كاهله بكل ما يقول فأخذ الشيخ يفكر فأي وسيلة تساعده على التخلص من مراودة ذلك القص النصراني إلا أن هداه الله إلى فكرة جيدة فنادى على أحد رجاله وقال له حينما يأتي القص النصراني لرؤية غدا انتظر قليلا بخارج ثم تعال وهمس في أدني وبالفعل حينما جاء القص النصراني في اليوم التالي وبدأ في تكرار قصة كل يوم في محاولة منه لتضليل المسلم وتنصره دخل مساعد الشيخ وهمس في أدنه كما طلب منه فلما انتهى بدأ الشيخ في البكاء والنحيب وكان بكاءه شديدا فأراد القص أن يعرف سر ذلك وما الشيء العظيم الذي يبكيه فسأله عن ذلك قائلا أخبرني يا شيخ ماذا حدد؟ فظاهر الشيخ بالبكاء والحزن وتماعنا قائلا لا أريد التحدث الآن فقال القص اهدأ أيها الشيخ وأخبرني بما فيك فيبدو أن الأمر كبير قال الشيخ لا استطيع فالأمر عظيم وأنا لا أقدر على السيطرة على نفسي فانتاب الفضول قصة نصراني أكثر وأكثر ولم يستطع احتمال كتمان الأمر واستحلف الشيخ أن يخبره بذلك الأمر العظيم فقال الشيخ وهو يدأ الأسى والحزن قد وصلت لمسامع أخبار محزنة عن أن الملاك جبريل قد مات فضحك القص النصراني بسخرية شديدة وقال له هل أنت أحمق؟ كيف تموت الملائكة؟ فقال له الشيخ المسلم في ثبات وتحدي إذا كانت الملائكة أنفسها لا تموت فكيف يموت رب الملائكة؟ كيف تدعون أنه إله وأن اليهود تمكنوا منه وقتلوه وصلبوه؟ وهنا بوهث الذي كفر وما لبث بأيام أن أسلم على يد الشيخ العبرة من حادثة الشيخ عن المسلم الحقيقي كيف ومتى يستخدم عقله في الدفاع عن فكرته أو معتقده من دون غلو ولا تفريض وإن دين الحق ساطع ولو كره الكافرون سلام عليكم